اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ بأول خبر ضغوط امريكية وداخلية لسرعة حسم معرقة الرئاسة نعم هذا خبر الأساسي في الأهرام هو بيعلق على التصرحات التي تأتيها وزارة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حوالين قلق أمريكي واتهامات واضحة أو شبه واضحة يعني للمجلس العسكري بأنه يعني بيعيق الأعلان نتيجة الانتخابات أو أنه بيضغط يعني لإعلان نتيجة وهنا هنلاقي حاجتين لفتين نظري في الأهرام بغض النظر عن الموضوع الخبر المتكلم فيه نفسه هي في نفس الفكرة اللي كانت موجودة في الحقيقة في عهد النظام السابق أنه بنكلم مجموعة من رؤساء الأحزاب يعني بين قصين المعارضة عشان يشتموا أمريكا ويقولوا أنه مسجلها في حول إنسان وملاش حق وأمريكا بتقف مع إسرائيل وأمريكا في العراق مع أنه في الحقيقة مش هو ده الموضوع يعني طبعا هو أنت عندك أزمة كبيرة طبيعا أن هي تستدعي تعليقات خارجية بغض النظر أنها طبعا مش مع أي ضغوط أمريكية تعليقات الخارجية دي لا تعني تدخل؟ يعني أنهما بيعلقوا ده؟ يعني رفضك للتدخل ما ينفيش أن عندك أزمة رفضك للتدخل ما ينفيش أن عندك أزمة أنت عندك أزمة التدخل مرفوض أكيد التدخل مرفوض يعني مع الأل أخلاقيا يعني وأدبيا حتى لو كان وقع سياسي إنما يعني فرق بين التدخل ورفضنا ليه والرأي وأنه ممن لا يستحق وممن لا يملك وممن لا كذا وبين الأزمة نفسها فأنا نلاحظه في تصريحات السياسيين المصريين هنا ورؤساء الأحزاب المعارضة يعني بين قسين أنه هم رفضين التدخل بس ما بيتكلموش على الأزمة يعني التصريحات كانت فيها حدة وفيها تخلو من الدبلوماسية يعني وفيها اتهام واضح وصريح يعني قالت أنه بعض أفعال القيادات العسكرية المصرية تصير خلق واشنطن إنما ده فإحنا بنتكلم حوالين حاجتين زي ما قلت لحضراتي اللي هو نفس لو نقلت على الخبر اللي بعده هتلاقي أنه قلق في الشارع المصري من شبح الصدام فيه مشكلة إيه المشكلة الأساسية المشكلة الأساسية ومشكلة أساسية وقانونية ودستورية أنه أصبح عندك اعتقاد عند الشارع المصري أنه تأخر إعلان النتيجة وراء أسباب سياسية وليس أسباب انتخابية وليس أسباب قانونية ده ما يسري في الشارع المصري وساعد عليه بغض النظر عن أنه هل ده صح أو لا؟ هو الشارع المصري دلوقتي بقى عنده يعني خوف من فوز يعني المرشح أحسن يعني فيه تصريحات كتيرة جيدا بتقول أنه احنا صحيح يعني هنولع في البلد بمعنى صريح يعني لو فيه مرشح معين كسب يعني كل الناس بيتقلقانا فعلا وكل الناس اللي فلوسها في البنوك يعني كل يقولك اسحب فلوسك من البنوك اسحبها قبل ما البلد تولى بقى الشارع بجد في حالة قلق فضيعة أنا واحد ممن يعني دايما يعتقدون فيه أنه الأحوال في مصر دايما هتكون بخير وواحد ممن يعتقدون طول الوقت في قوة الدولة المصرية ككيان تاريخي وواحد من الناس اللي فعلا مؤمنين أنه سياسيا لا مصر محروسة يعني أنت حصل عندك ثورة ما ما كنتيش ليبيا وما كنتيش سوريا وما كنتيش اليمن حتى ففيه لا فيه في مصر صيغة ما والأمور يعني يعني العنف عندنا إحنا غير العنف فنتكلمي بحاجات طفيف حتى الشهداء حتى يعني ما تقدريش تقرني ده بيه الموجود في بلاد أخرى أنا بأسلك على الثورة حتى يعني اللي غيرت نظام بقاله 30 سنة إنما فيه ما يستدعي القلق ما يستدعي القلق أنه أنت قديتي أداء غريب أنه كان المفروض تعلن النتائج ما أعلنتش أنه كان المفروض واخدأ يعني أنه عندك طيار فعلا بينزل الشارع يقول أنا نازل أحتفل لا ده الطيار ده يعني عمل الوزارة خلاص يعني قبل ما النتيجة تظهر فجئنا أنه خلاص شكل الوزارة طبعا كان فيه أداء غريب من كل الأطراف فكرة أنه تم إعلان النتيجة أنه حمل الدكتور محمد مرسي مثلا تعلن النتيجة قبل ما اللجنة العليا للانتخابات تعلنها ده أداء غريب جدا أنه الناس تنزل في الشوارع بدعوة الاحتفال بينما الحقيقة النهية بتحتل الشوارع وبتقول أن إحنا إذا حصل حاجة هنحول هذا الاحتفال إلى غضب ده أداء غريب جدا هل تحس أن البلد فعلا أنت خطفت يعني هكي ناس خطفت بلد فعلا يعني أنا طبعا ليه مقربة سعايز كمان أرطد معاك المشهد كله على بعضه أنا موافقك وعندي أفكاري وعندي آرائي فيه جماعة الإخوان وكل حي بس فتلاقي ترد حملة الفريق شفيق بأنها برضو بعد شوية الأول تدين اللي بيحصل وبعدين هي كمان تعلن فوز مرشحها وبعدين تكملي المشهد بأن اللجنة العليا للانتخابات تأخر إعلان النتيجة ودي مسألة برضو أنا أشوفها غريبة جدا وبعدين أنت بتدي تسمعي سيناريوهات عام مفاوضات سياسية مع جماعة الإخوان أو مع غيرها عشان القبول بالإعلان الدستوري المكمل وأنس أنه ده اتصرب أو بمجرد أن يتصرب هذا أنت بتدي انطباع للشارع أن نتائج الانتخابات هي نتائج سياسية وليس نتائج قانونية وده خطير جدا لأنه بيضرب أساس العملية الانتخابية بيضرب أساس العملية الديموقراطية وبيخلي أنه خلاص وبعدين وما فيش حد مهتم يوضح ويكلم رأي العام ويقوله أنه ده مش صحيح وأن احنا تأخرنا سببه كذا 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 أو أن احنا بنرصد طعون فمنشوف الطعون كلها فعندك النهاردة كمان احتمال إعادة الانتخابات في 14 محافظة أو في لجان في 14 محافظة فوسط حالة التوتر دي دعاية عايز عملية تأمين بلغة ولكن أنا اللي شايفه إيه المخرج من ده المخرج من ده أنه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على إخراج هذه الانتخابات بالصورة السليمة تلتزم بكل ما هو قانوني تعلن خطواتها بشفافية كاملة لو هتعيد تقول أنا أعيد بناء على 1 2 3 وطعون هي وكان لازم نعيد عشان كذا بحيث أنا أقفل الباب اللي بيقول أنه ده كله عملية سياسية اللي بيخلي الشعاعات تنتشر طبعا طبعا وأنا بطمن الناس أنا عمري ما شفت أنه مصر الأمور بتوصل فيها لدرجة يعني حتى ده تاريخيا يعني فالشعاعات والنافر ونسحب من البنوك وأنا رأي أنها تنطوي على مبلغات هيحصل ألأ في حدود مقومات الدولة المصرية يعني ناس هتتظاهر يعني مش يحصل أكتر من الألأ لكن بحد الشيء لا أنا شايف ناس هتتظاهر ناس ها يعني ده عادي يعني يعملوا مليونيات ناس هترد عليهم بس مش أنا يعني في تصوري أن مصر كانت يعني دايما محروسة ما فيش المسألة دي في مصر يعني تمام مليونية عودة الشرعية اليوم للمطالبة باستمرار برلمان والتأسيسية آه ده في إطار الضغط اللي بقول لحضرتك علي يعني جامعة الإخوان المسلمين ومعها بعض القوى السياسية تعمل مليونية في ميدان التحرير يوم جمعة ده شيء عادي ومتوقع وأنا مش شايف فيه يعني مش شايف فيه ما يدعو يعني اتعملت مليونيات كتير لدرجة أن الدكتور محمد غنيم أستاذ الكلا طبعا المشهور بيقول أنه المليونيات الكتيرة في ميدان التحرير أفقدته وبرأته أو عزوريته يعني كان حوار في مجلة روزي اليوسف في يعني أنا شوفها حق يعني اللي عايز يا تظاهر يا تظاهر بدم تظاهر سلمي ما فيهش حاجة سيئة يعني أنا لها تعليق على استخدام جامعة الإخوان المسلمين دايما لي يعني ما يمكن أن نتوافق على تسمية قوى السورة أو القوى المدنية والليبرالية والفصائل المشاركة في السورة وشباب السورة يعني دايما فيه علاقة استخدام أنا قلت هنا يعني مرة المثل اللي هو فيه مثل في الحزن مدعية وفي الفرح منسية يعني دايما لما بجامعة الإخوان عندها أزمة مع الدولة تلاقي إنه فيه قوى بتنزل معاها وستة إبريل وهم يعني تتذكر الإخوان إنه إحنا مع السورة وإن إحنا السورة وفي الأيام اللي بيقى فيه تفاهم بينها وبين ما ينزلوش بيبقى في الميدان مخربين وجمعة الوقيعة وحاجات تانية كتير يعني لا داعي لذكرها طيب ناخد الخبر اللي بعد آه ده خبر مهم قوى الليبرالية قوى الليبرالية تشكل الطيار الثالث لوقف الصدام بين الإخوان والعسكري طيب الطيار الثالث ده فكرة عظيمة جدا وهو موجود من قبل سورة يناير وعطاق إنه هي ظل موجود هي فكرة الناس اللي هم ليسوا من الدولة أو ده كان قبل السورة يعني ولا من الحزب الوطني ولا من الإخوان المسلمين فاسمهم الطيار الثالث إنه هم قوى المدنية اللي عايزة تبقى موجودة والقوى دي بالمناسبة هي اللي أشعلت فتيل ثورة 25 يناير وتولت الدعوة لها ما كانش فيه إخوان مسلمين وبالتأكيد لم يكن هناك حزب وطني ولا محسوبون على الدولة ولكن المشكلة أني كثيرا جدا ما أسمع عن هذا الطيار الثالث ولا أرى لا أرى مش بمعنى هو موجود بس هو طيار ما عندهش قدرة تنظيمية هو طيار من المثقفين هو طيار من نجوم الفضائيات هو طيار من كتاب الأعمدة في الصحف فتلاقي فيه مثلا الأستاذ الدكتور عمر حمزاوي الدكتور أسامة الغزالي حرب يعني أسماء محترمة الأستاذ جورج إسحاء النشط السياسي طبعا في الآخر أن الناس دي ما عندهش وقت أو خبرة أنها تقعد تشتغل على الأرض الأستاذ حمدين صباحي مبارح كان له تصريحات في الصحافة برضو عن الطيار الثالث الطيار الثالث فكرة عظيمة جدا أنا منحاز لها أنا بدعمها أنا ممكن أعتبر نفسي واحد من أبناء هذا الطيار الثالث بس بقول للناس أنه طول ما أنتوا موجودين في الفضائيات فقط طول ما أنتوا موجودين في مقالات الصحف فقط هذا الطيار الثالث لن يكون مؤثرا لأنه الإخوان موجودة على الأرض والعسكري موجود على الأرض بقوة الواقع والسلاح فهي فكرة أدعو الناس أنها تشتغل عليها عشان يبقى لها وجود حقيقي وتنظيمي على الأرض الخبر السادس من أهرام صفحة الأولى المؤبد لأربع ضباط هاربين وخمستاشر عاما لخامس محبوص في مقتل سيد بلال آه ده حكم طبعا قضائي يعني مش عايزة أقول حكم جيد يعني مش محق أقول حكم جيد أو وحش في الحقيقة هو حكم قضائي طبعا في قضية رأي عام السيد بلال هو سلفي سكندري شاب مصري تم القبض عليه بعد تفجيرات كنيسة القديسين وهو لم يكن متهم يعني لم يكن متهما قانونيا كان مجرد مشتبه والتعذيب أدى إلى موته الحكم منصف أنه يعني وقاسي يعني بما يعني طبقت أقصر وقوبة المؤبد أربع ضباط ولكنهم هاربين وخمستاشر لخامس محبوص في مقتل سيد بلال أنا أعتقد لو الدنيا أكثر هدوءا يعني من الصخب الموجود في الانتخابات كان الحكمة يستدعي تعليقات أكتر كان ممكن يشوي غليل كثير من الناس كان ممكن يبنيت أنا عايزة أقول حكا على حاجة يعني أنه شيئتي أم أبيتي أنا مش شايف أنه الأحكام القضائية يجب أن تكون محل تعليق لا بالمتح ولا بالزم لأنه في حكم وحش وفي حكم حلو بس أنت في الآخر ما قدمكيش غير ما بنعقبش على أحكام القضاء ما قدمكيش غير كده يعني أصلا بتقبل هذا يعني صح تمام الخبر السابع من الشروق بسميا إلغاء المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة آه آه يعني تم إلغاء المحاكمات العسكرية لرجال الشرطة تطبيقا لفكرة أن الشرطة هيئة مدنية وأنه يبقى فيه جزاءات مدنية طيب الأخبار صفحة الثالثة صحة مبارك تتحسن والجلطة تحت السيطرة أسمعنا أخبار كتير قوي على صحة مبارك قلبه مبارك توقف عملنا إسعافات وقلبه مبارك يعني عاد للعمل مرة أخرى بعدين مبارك ميت بعدين مبارك عاش يعني ككلام كتير جدا نتقال على مبارك إيه بقى الصحة لا بصي هو يعني طبع له خبر يعني أبج كثير هو بس اللافت للنظر في الحقيقة ليه أنا من بعيد يعني أنه يعني يعني فيه نوع يعني أنه هذا الرجل يبدو ليه من بعيد بغض النظر عن السياسة أنه فيه نوع من أنواع يعني العند وأنه يعني ده العند طبعا أتكلم مش عندي سياسي ولا حاجة أولا يعني لا شماته في مرض ولا في موت فهو أنا بشوف أنه يعني الطبيعي أنه رئيس بيصحب عنه بيفقد بيحاكم بتاع أنه ينهار صحيا يعني أنه الحالة النفسية بتؤثر يعني فيه ناس بتبقى مش كده يعني بيبقى أنا أرى أنه الرئيس السابق مبارك منها يعني بيمر بأزمات وبي يعني الأحداث لا راح ترى ناس توقعت أنه يعني حالته تتدهور نتيجة أنه يعني صحيا وأنه كان غاضب وأنه هدد بالانتحار صحيته تدهورت أنا لا أملك يعني شوفي يعني أي مريض أنا لا أملك إلا أن أنا أتمنى له الشفاء وده يعني ده قدره لا أستطيع أن أنا أشمت في مرض أحد ولا في موت أحد دي أقدار وبتاعت ربنا لا إحنا مش بنشمت إحنا بس عايزين خبر الصحيح آه يعني هو صحيته يعني هو صحيته يعني هو طبعا هو الخبر لأزية عمل قدر كبير جدا من البلبلة عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط الناس اعتقدت أنه الخبر صحيح وبيتم الإخفاء لحد ما يتم ترتيب إجراءات الجنازة في ناس قالت أنه الموت الإكلينيكي يعني أنه ممكن يفضل على الجهاز سنوات طويلة وضربوا مثل بشارون الموجود بقاله ست سنين على الجهاز في حالة صحية مشابهة هنا الأخبار بتقول أنه صحيته تتحسن يعني ده مقصود أنه يتقال أنه مش سبتة هي بتتحسن والجلطة تحت السيطرة ده معنى أنه عنده جلطة أيضا يعني فهلوس عموماً خلصت فقرتنا النهاردة ونورتنا النهاردة أهلاً 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 مشاهدينا خلصت فقرة الصحافة بس ليس نكاملين معكم بعي فقرات نهارك سعيد موسيقى موسيقى